موسيقى ممثل كويس جداً وبنفهم كلامه وشخصيهم كويسهم محترمة جداً أداءه ممتاز جداً وفيه مفيش إصطناعية فيه عفوية في الأداء كأنه ممرس يعني مولود ممثل بسم الله إن شاء الله كممثل شاطر جداً كممثل بيقدر يقدي وبيقدر يعني يجد التمثيل وتلع طلع جمدة جداً في الفترة الأخيرة حتى السيزون اللي هو في رمضان ده طلع بشكل كوي جداً بدأ بأدوار بسيطة وبعد كده بدأ يعلل المستوى أعلى وأعلى لحد دلوقتي إن شاء الله وأنا أتوقع له أنه هيبقى نجمل موسم في رمضان ده إن شاء الله لا أداءه جيد جداً هو ممثل محترم وتمثيله كويس جداً من الناس اللي هي مظلومة عالمياً لأنه هو مش أقل من أحمر الساقة ومحمد عز والناس دي هو الناس كلهم ممتازة ومحمد رمضان هو فعلاً بيكتد وبيعمل عمل عليه وبيفرح ناس وبيوصل فكرة وهدف وكل حد موسيقى مش من أي حد إن هو ينتقد يعني عشان حاجة هو مالوش زنب فيه يعني طبعاً حاجة دا يعني منيدي حاجة غصب عنه يعني حاجة بتاع تربينه السلسل لا تدفع الشمس كان مش مفهوم منه كلام شوية كان فيه كلام بيقاطع منه وفي حاجات مبعافش يفهمه عشان كان فيه حاجات عنده غلا بس في ولد الغلابة كان عادي كان وزعت تتضبط شوية اللي عطيالهم ميزة وعطيالهم امتياز في التمثيل مش عيب خد بالك وعزاً تكراه شيئاً وهو خيره لكم الحاجات البسيطة اللي هم عمليين انتقدوه فيها دا أنا شايف إن هي دا بتقدر تعدي يعني مش اللي هي توقع الممثل قوي هو ككادر ممثل هو راجل قوي جداً ما لهمش حق ما لهمش حق يعني هو أصلاً حتى مش مضطر إن هو يعتذر يعني وصل لك فأنا مش فهم ما لهم عايزين إيه أو مثلاً عمتاً أصلاً يعني في الفاتر الفاتد دي التنمر على الإنترنت والسوشيال ميديا بقى كتير عقوم كل الأشكال إن هو مثلاً عنده دقيق في التنفس أو كده ومش منه ولا بقدينا ولا بقديدة بقدينا ربنا دي أول حاجة تمام؟ والراجل دا لو مش كويس ما كانش عمل أولاد رزق وقبيل وولد الغلابة والكلام دا محدش كامل كمان لله واحد وكلنا فينا عيوب بس دا دا يعني مفروض محدش يعمل معا كده لأن دا حاجة من عند ربنا هو ولا بيماشي في الطريق غلط ولا بيعمل حاجة بيدر بها الناس لا يا انتقدات ملاش أي إيمة بصراحة لأن إحنا مش بنختار شكلنا مش بنختار لولنا مش بنختار لحجتنا أو طريقة كلامنا يعني دي حاجة بتاعت ربنا بس هو هيقيموه يقيموه كشخص بيمثل هو حد أداءه جميل جداً وجايد جداً اشتركوا في القناة